حياكم الله مشاهدين كرام في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم هذا البرنامج الذي أوجدناه ليكون ناقلا لآرائكم وأصواتكم وما تريدون نقله عبر شاشتنا شاشة قناة الرافدين تابعونا بعد الفاصل سنتكلم عن البصرة وأحوالها والخدمات التي من المفترض أن توفرها الحكومة وما يحصل هناك تابعونا بعد الفاصل الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة هذه الحرية التي تعيشونها هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيرها وتحاسبوا على راتبه كم يستلم من الراتب ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب أنا شخصيا ومتشر اسام الرأيي أعارض رواتب التقاعد مع البرلمان تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى وراتب أتقاعد مالي وورتي وجهالي داحة ومثل ما هس الشعب العراقي هذه فرصة إريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة أمامكم فرصة عظيمة لا دولة مثلكم في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقي في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقي أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اليوم تقدرون تتصلون بنا على أرقام الموجودة أسفل الشاشة حاليا أيضاً أدنا رقم الواتساب رح يظهر أيضاً أسفل الشاشة تقدرون تزولنا رسائلكم وأرجع نوه برنامج الواتساب فقط للرسائل ما أقدر أخذ بأي اتصال أو فيديو فقط رسائل كتبولي اللي تردون تقولوله حلقة اليوم رح نتكلم بها عن أوضاع البصرة لكن أكو شغلتين قبل البصرة أول واحد متشر السامر رأي ما أعرف سمعتوه لو لا يقول آني إذا لغا ورات بالتقاعدي مرت وجهالي داحوا مثل ما الشعب العراقي عذراً هو هي تشوفه البائس ما أعرف هو جاي من القمر فضاي جاي من المريخ وجل العراق دايحكم مو عراقي هو الأخ مو سامر رأي هاي المدينة العريقة اللي كان اسمها سابقاً سرة مرأة فتخيلوا تخيلوا شخص لما نتعاملوا إياكم وهو برلماني ويحكي بهاي الصيغة من المفترض من المفترض أنه عنده فكر ثقافي شوية شوية يرتقي به ولما نتكلموا يا مراسل أو مذيع أو أي شيء أي إنسان يتكلم بعقلانية مو يوصف شعب كامل على أنه هو بائس بس الشعب العراقي صدق بائس بائس مو لأنه هو شعب عراقي بائس من أفعالهم حياة اللي قاعدة يعيشها حياة بقس ليش من السرقة اللي دا صير من المي اللي ما يقدرون يشربوه من الملوحة اللي قاعدة صير من الجفاف اللي دا يصير من الزراعة اللي انتهت من الحيوانات اللي دا تموت هذا بقس بقس مو لأنه لا حاشا للشعب العراقي أن يكون هو بائس لكن عايش في بقس نتيجة سياسات ذولة نتيجة اللي دا يسوه نتيجة البوق والنهب اللي هما جوي من الالفين وثلاثة لليوم محطة ودينار واحد على هذا البلد أول اتصال ويانا اليوم أبو ناصر من تركيا حياك الله أبو ناصر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحيال حضرتك والقناة الرافديا والكل الكادر المحترم حياك الله أستاذ أسأل هذا الناهب اللي دا يصرح هيك تصريح نعم ولو كان عنده غيرة ولو كان عنده شرف كان ما رشح نفسه للبرلمان حتى يخدم الشعب لأنه دا يشوف نفسه لأنه ما مرتاح أساسا وديشوف أفعال الحكومة تجاه الشعب ولهذا رشح نفسه حتى يكتب ما إلى علاقة بالشعب وهيكش نماذج هم اللي وصلوا البلد لها المرحلة هاي نعم وأما بخصوص أهل البصرة أستاذ أفل نعم يعني بس نريد نعرف سمعوا وشافوا وهذول أستاذ المسؤولين باللي دا يصير بأهل البصرة والمرجعية والمعممين سمعوا وشافوا واللي دا يصير بأهل البصرة بيبدا سمعوا وشافوا شنو موقفهم وشنو إجراءاتهم وشنو رأي المرجع الأعلى اللي دا يشوف تظاهرات أهل البصرة وبقية المحافظات وديشوفهم من خلال القنوات البضائية ويشوف حالات التسمم اللي يتعرض إلها آلاف المواطنين اللي وصلت لحد البرحة حسب ما شمعت نعم يعني تقريب 6 ألاف حالي سبب تلوث المي لو هو يستحرم يشوف تلفزيون يعني بس أريد أقول لك يا تستاني يعني نتجعي نفسك رجل دين هذول طالعين تظاهرات واللي يستممه والمي الملوث أكثرهم يقلدوك والساكت عن الحق الشيطان أخرز يعني نرجع راح يظهر المهدي وانت ما شفناك ولا سمعنا صوتك يعني إلى متى تبقى معتكف وساكت عن الجرائم اللي ترتكب بحق أتباعك يعني نرجع هذول اللي يستممه شيعة موسنة تسممه وديموتون وانت وجماعتك الطالبون بتشكيل الحكومة إذا بهذا الوضع اللي دايش الناس واللي يقلدوك أكثرهم وانت ساكت شو كت راح توقف بجانبهم يعني بس تريد أفهم اطلع خلي الناس يشوفك ويشتباركونوا ببلتك البعية ويسمعون صوتك تقبل انت وحاشيتك تعيش عيشتهم وانت يا مقتد الصدير وانت يا عمار الحكيم كلهم 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 أصغر من الصغير يا جلال اللي بدفع عن إيران مكان ما تطلب الحكومة بدفع ألف ومئة مليار دولار روح شوف أهل البصرة وشوفوا أهلها شلون عايشين لو ما تقدرون لأن فسادكم انكشف نعم يعني كلكم انتوا المعممين يعني أنا كل المعممين هذه العامري والخزعلي وغيرهم هذولا شيعة يموتون وكأنه كلكم اتفقتوا على معاقبة أهل البصرة وإبادتهم وإبادة جماعية بسبب مطالبتهم وحقوقهم أستاذ أفل كل هذول المجرمين يعرفون بأن بناء محطة تحلية مي وحدة تكلف الدولة ضخ خمس ساعات من نفط البصرة بس لكن ما يريدون يقدمون أي شيء للشعب حتى لبق الحصصهم من نهب خيرات هذا البلد المفروض على أهل البصرة وبقية المحافظات وكل الشعب يقلع المرجعية من أساسها لأن هم اللي دا يستطرون على جرائم الحكام وراضين بإبادة الشعب وبدل هاي الزيارات المليونية للأئمة تكون ثورة مليونية القلع كل هاي الثمرة المجرمة اللي دمرت العراق وشعب العراق وإذا تبقون ساكتين راح تشوفون الأسوأ وأناشد كل عائلة كل عائلة عراقية شريفة عندهم فرد من أفراد هينتمي لأي فصيل ميليشاوي أن ينصحوا بترك هاي الميليشيات وأن يوقفوا بجانب شعب المظلوم من هاي الضغمة المجرمة الفاسدة نعم إلا متى يبقى السكوت إذا بقيتوا ساكتين يا شعب العراق تقو بالله العظيم راح يدخلون على بيوتكم وينتهكون مع احترامات اللي يسمعني واحترامات القناة الرافليان حتى عراقكم ينتهكوه وقد دام عيونكم وما راح تبدو لنستوون شيء إلا متى أنتو تبقون ساكتين سافي وصلت حدها بعض الناس دا تموت من مي ملوث ويطلع واحد من تريد تحكي من تريد تقول يطلع واحد يقول هذولا عفلقية هذولا بعثية هذولا صدامية نعم معقولة هاي الوضعية وصلت بنا لها الدرجة هاي أستاذ أفل ما بيها تكوت بعد على أهل البصرة وكل شعب العراق وكل قوافة نعم قلع هاي الزمرة المجرمة من أساته وقلع المرجعية من أساته لأن المرجعية هي اللي قاعد تستكتر على جرائمهم وهم داي يشوفوهم وداي يشوفون شمان عايشين أهل البصرة ومع ذلك يطالبون الحكومة ويطالبون الكتلة الأسوأ مو الأكبر بتشكيل الحكومة بأسرع وقت نعم شنو راح تقدمنا الحكومة وشنو راح تقدم الاشتعاب الحكومة القادمة وشنو اللي قدمت الحكومة تستابق من 2003 إلى 2015 ما راح نشوف أي خير وراح نشوف أي أي رفاه وما راح نشوف أي أي شي يفيدنا إذا مثل انقلح هذه الحكومة وهذه المرجعية بالأساس شكرا لك شكرا لك أبو ناصر اتصال آخر من العاصمة بغداد أم أزهار حياة الله أم أزهار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياة الله نحن لا نزول عيد مبارك لأنه لا عيدنا لأنه لا عيدنا لما ننتصر على هذه الدولة يكون عيدنا صحيح هذه المتراكمات المتراكمات الموجودة من 2003 إلى هس بعض الناس بعض الناس ظلت في دماغهم اللي أثروا بهم هاي الفكومات أثرت بهم لكن بعد مرور هذا الزمن شوية شوية أهل الجنوب وأهل الوسط اتنورا تقريبا يعني مهواية أي بالنسبة للبطرة البطرة متدورة فضعة يعني شارة البطرة الميناء الميناء العظيم اللي هو تترسب بسفن وكانت المتنزهات على شط العرب وكانت العالم عايشة برفاهية كثل المي المي اللي شربونه مالح حتى اللي يشترونه يطفونه هو مالح والفقر والجهل والكل شيء أثر بهم والمرض والشعب يريد لها توعية الشعب من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال يريد لها توعية يريد توعية يريد لها هالتراسبات مصطع السنة اللي يرسلت في دماغهم هاي الحكومة ستنولكم كذا هاي الحكومة ستنولكم كذا وتذبت عليهم ونهبتهم وتلبتهم فهي يريد لهم توعية من هاي يعني حتى يركون إنه هاي الحكومة إجر هزال الأحزار هزال الأحزار كل واحد منتمي إلى دولة وكل واحد منتمي إلى مفلوح سرق آسطر وصاغوا ونهبوا وشلبوا وخاصة أمريكا ثلمت ثلمت العراق إلى إيران وإيران بعد الحرب ثمان سنوات العراقية العراق الإيرانية والحق الضداء من اللي بيناتنا بيناتهم فهذا الإيرانية يحتاج إلى دوعية أكثر وإلى نهب أكثر حتى ينهض لأن العراق هو هو جمج ما في العالم كله هو أبو العلم هو أبو الثقافة هو أبو الثقافة هو أبو وهذا كلامنا من نجول هو أبو العلم هو اللي هو ينفح أنه نكون علماء أنا في الخارج وكل أطبائنا في الخارج وكل هندسينا اللي عندهم شهادات في الخارج ليش خدمون الخارج ليش يبدو إلى الخارج ليش لأنه مستع سنع عانوا ما عانوا وبعد أن بإسم البحثية وإسم الصدامية وإسم كل شيء من واحد يدافع عن البلاد يتمون بهالاتهامات وإن لا تخرب هذا البلد ون تخرب هذا البلد إلا الأحزاب الساب التي جاءت أنه الحصانات من الجهات المعنية من إيران وأمريكا وأسرائيل ومن بعض البلد العربية وهالعمايم هي مصالحها تأخذ ثلوث بدل ما تعمل للبلد الأمان وتنطيهم والأخلاف تزيدهم من ألم وجوء وحفرة وضياع وأهل العمايم إذا لم يهضوا الأهل العمايم اللي ما يتولون من هذا البلد ما رح يصبح تارة وإذا ما ينهض هذا الشعب نهضة قوية من الجنوب إلى الشمال ما رح يبقون نزال ورح يتجي فحفومة أنقت وأنقت من هذه فحفومة تجسلنا وأنا أتمنى أنا شي واحد بس أقلب شي واحد أنا أخط سنة الفلساني أنا أطلب رؤية الفلساني يعني احنا كل شعب إذا نطلب رؤية الفلساني يطلع أريد نشوفها شون شون إذن ينصي تعليما إذن يقول خل نشوفها خل نشوفها كل ما أطلعت ليش هو ما يطلع وأشكر رسالنا والسلام عليكم شكرا 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 إلى جمازهار ويانا أبو حسن أيضا من العاصمة الحبيبة بغداد حياك الله أبو حسن السلام عليكم ورحمة والإكرام الله يبارك بيك جفاف الأنهور والأخوار وجفاف العراق الصلاة عامة هم يرجون إذن الجنوب وما الزوج الغربية أدوها تمروها فسسد يرجون بالجنوب أنا قلتها سابقا يعني هم يرجون الجنوب الشعب العراقي كافة نعم شيعة سنة نكراد مسيح أنتركمان إلى آخرين فهما يرجون ذللوهم يعني يجي يوم تجي وصارك ومصارك يعني يجيحون أولادهم في سبيل اللقمة فأصحي العراقيين المرحلة الجاية صعبة نعم لازم تنتبون على بلدكم لا تنفعكم إيران متحب بحات يقولوا حيث سياسين هذول يعني يعني بدون وعي ومو عراقي نعم نرجو من أخوان العراقيين يعني الجنوب بالله للشنوب تراجعي الفام عليكم الكبرى وحي أعزوكم والله إذا ما تنتبون لنفسكم والعائلاتكم وأولادكم هذا الجيل الجيل الجديد وعو وعو على الوطنية وعو على حب الأرض حب العراق حب الأرض هاي اللي قططينا لكم يعني أنت تروح على غير بلد تطوك لكم ومين تطوك هاي الأرض أنا بقى داخل يوم جوعان والله العظيم صحيح على نخلة طلع التمر اللي وجهها لي أخسملك بالله نعم صادر هاي الأرض هي هاي تتوكدنا وشربنا نعم انتبهوا للأرض هاي الأرض العظيم العراق العظيم نعم شكرا 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 إليك أبو حسن من السليمانية أبو عمر حياك الله الله محيلك استاذ وانتب ألف خير وانتب ألف خير يا رب الله يخليك استاذ فالموضوع أكن أول حول انتشر السام الرأي لا تسمح لي تعليق تعليق يعني علقت عليها هو مو موضوع يعني عذرا عذرا منكم للمشاهدين بس هو ما يستهلكم موضوع أصلا آه ما يستهلكم بس واحد يحلق عليها من شوين أو حل ما خليسمع العالم خليسمع العالم هو قبلها ما شاء الله اتمن على مسلم متشر فهو قبلها كان هو حشر يسمع ضايح بالشوارع فنجال فرصة يعني الدنيا خربت عرف شون يصعد على اشتاب أهله وحشيته ومدينته ولايته ووصل للبرلمان بعد تحت منطلع من الفرلمان صار عند رأس التقاعدين الدنيا خاموا عن قلبها العيب منهم متشر العيب بقرائب متشر الناس اللي صدقت متشر تعال في القف وراء متشر اش حطرت وموهو تشيركم بعد كمرة هو شبق من العداد هيا مدنسة الخليفة هذا ابراهيم عواد البدري اللي رحك عليهم منعجم وبيهم خليها سكت أستاذ عفل هي على انتشر انتشر تاريخ ماذا طلع واحد من العيمة من الصحابة من هو هذا حتى اساس ما حق يعرف الاساس اسم ممتشر السامرائي اذا طلع على اسم المدينة احترام بالعشائر انا لاقص بهذا لكن بالنسبة الى مسألة المي الملوث بالبصرة يعني المريض يروح للمستشفى يتوح عند مرض ينقلو يقول لبكتيريا عندك طبع هذه البكتيريا يعني متأكد ستتحول الى فيروس قاتل خلال تطور مراحل تطور ماكو من تبقى هذه البكتيريا موجودة في الأنابيب وتأكيات المي الموجودة بالبصرة الداخل للمناثب هذه ستتحول الى فيروس قاتل وتقتلهم تردمرهم انصحهم يوم بعد يوم تتطور هذه البكتيريا ثانيا اكو حل المجعية قالت المجرب لا يجرب دنيا بأنتم جربين أهل الغيرية المرجعية وأهل الشعامة والكرامة السنة اثناء الشهر عمي هلسا ما يريدون أهل البصرة الشيعة ما يريدون ولا البصرة الشيعة كنا ما تريد فلوس الخمس مستنة كاملة ستشهر خصصهم الخمس من فلوسك فلوس الخمس خصصهم ستشهر مستنة كاملة اثناء الشهر واقموال القبور وياه والأفرحة والولى الحرامية اللي سمشتركين وياهم تركوا 1200 1300 مليار خلي رجعون بعض المبلس جيبوهم مي وكهربة ما رايزين لا عروسة ولا هم يحزنون ولا رايزين طبي الشيعة فهنا الشيعة راح تعرف هل هؤلاء مجربين لو لا جربوهم راح يجربوهم إذا يستحكون أما هم مجربين أو هم مجربين وأنا متأكد هم مجربين ما يسو الحرامي مليدي يخدمك ويقدم لك لهذا مستحيل أكو نصاب ومحتال وأكو نشال ينسيو ماكو يعرف بأي طريقين أكو عن طريق الحقيقة الدينية وأكو عن طريق الحقيقة السياسية اللي هو يتحمل اللي هو اللي ينسي عليها فكلهم حرامي يا أستاذ أفل هؤلاء 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 يجربوهم مش تيعة ومشكلة يقولون يا بي فطي ومجرب لا يجرب تعد أن جربك أنت أنت الشريف والحبيب أنطيها ستة شهر من أموال الخمس ستة شهر إنكو ستة شهر لبسة نواحدة بسة نواحدة وأموال الخمس وهؤلاء الحرامي خلي رجعونا الفلوس وصلت الفكرة أبو عمر شكرا شكرا جزيلا إلك بس أكو نقطة يعني صغيرة على مطشر السامراء قلت لك أنا تعليق هو أتذكر به لأنه حجال حجاية واستفزتني أنه يصف الشعب العراقي بأنه بائس انطشر السامراء لا يمثل سامراء يعني سامراء بهم عشائر أصيلة بهم ناس شجعان بهم ناس ذافعوا عن العراق بشرف وغيرة وبهم ناس إلى اليوم مراضين بالليد يصر انطشر السامراء إن كان يتبع إلى أي عشيرة من عشائر سامراء هو يمثل نفسه فقط يعني هاي الكلمة أنا متأكد أنا متأكد أعيان عشيرته مرضوا عليها بس شخص وعق فما نقدر أن نأخذ هذا العاق ونقول أنه كل أهل سامراء هم مثله ويانا حسين من قضاء الأحواز العربي حياك الله يا حسين قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام على المدن الزامعة حياك الله السلام على الأنهر اليابسة السلام على النخيل الزابلات لغشاءة الأغدار ومن هوان الدنيا أن نرى عراق الرافدين والأحواز العربية كمدن المحمرة وعبادان والفلاحية والأحواز العاصمة ومدينة البصرة أن نراها هناك شح كبير للمياه ومياه مالحة قد طفت على ضفاف سواحل المدن كالمحمرة وعبادان والبصرة أخي إيران قد قطعت مياه نهر الكارون ونغلت المياه العذبة والصالحة للشرب إلى إصفهان وغم وإلى وإلى صحراء إيران المركزية نعم وما نراه اليوم من ارتفاع في الملوحة في مدينة نعم من ألم قد حصل على أهلنا العرب إن دل فهو يدل على وحدة المصير واشتراكية العدو علينا إيران سبب ما يجري من ارتفاع في الملوحة في شفط العرب وأهل البصرة أدرى بذلك نعم وأقول لهم لا تقرنكم الأصوات الطائفية وتحليكم بأن ما يجري هي حرب طائفية ويقولون لكم لا تحاربوا هذه الحكومة فإنها حكومة شيعية إن ذهبت فسيأتي العدو السني الوحابي وسيمنعكم عن زيارة الحسين أو اللضم أو الدمام أو ما شابه ذلك هذه أكذوب قد كذبها علينا نظام الملال منذ أربعين عاما عندما أتى وقال لنا أنا نظام إسلامي ولكن بالواقع نظام فارسي لا يمت لأهل البيت ولا للإسلام ولا للعروبة بشيء نعم ويكره ويكره كل شيء اسمه عربي سواء كنت مسيحيا مسدما سنيا شيعيا يهوديا بمجرد أن تكون ابن عشيرة أو ابن غبيلة عربي فأنت عدو له يا أهل العراق لا تنتظروا من حكومة قد صلبها الاحتلال ويسيرها إيران وأمريكا عليكم أن تأتي بحل لكم أمامكم الطريق واضح الثورة نعم شكرا شكرا دعوا على نظامهم ولا تلتفتوا لصوت رجل أو لصوت عشاء نعم شكرا شكرا إليك أخ حسين من الأحواز مشاهدين الكرام يعني الشعب العراقي الله يعينا بس أبو حسن ذكر أنه دولة جوي أدهم هم واحد وهو إذلال الشعب العراقي أتوقع كلمة صحيحة لأنه ما يحصل الآن في العراق لا يوصف إلا بهذه الطريقة مع الأسف فاصل قصير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نور المالكي هي حرب بيننا وبين أبناء يزيد فهذا أكبر منجز إلى نور المالكي لكن حيدر العبادي فاقة بدرجات عند منجزات تريدون أذكركم ياها؟ الزبل ميلة الدنيا بغداد الرشيد عروس الشرق مليانة أزبال هذا منجز إلى حيدر العبادي ميتين أنا سامع قبل منجزة صغيرة كان أكو مي خابط أو شايفة همينة بس المي الخابط كان مي يجينا للبيوت المي الخابط كان يروح للمزارع لأغراض الري يستخدموها الفلاحين حتى يزقون الزرع شايف المي الخابط بس ما شفت مي طين إلا بالألفين وثمانتعاش معجزة من معجزات حيدر العبادي مي تفتح جداحة يمي يشتعل همي شفتها إلا بالعراق المي اللي يطف في النار يشتعل شلون ما حد يدري شنو هذا المي شنو مكونات المي ما حد يدري السمج قام يموت السمج اللي يعيش بالمي مات من وراء المي كل شي بالعراق مقلوبي هسه سبب الشعب لا حاشة لله شعب يريد يعيش الشعب شعب واحد ويد وحده والدليل اللي داي يصير بالعراق وداي يشوفوها الحكومة وخايفين منها ابن الوسط وابن الشمال وابن الجنوب ايد وحده وهمهم واحد لكن هم مو ايد وحده هم عدهم مبدأ فرق تسد لأن يعرفون كل جزيان إذا تحد الشعب العراقي ووقف وقفة رجال واحد ضدهم ما رح يبقون رح يطيرون من كراسيهم عدنا اتصال لغريري من الاصمة الحبيبة بغداد حياك الله الله نحييك سيد افل سيد افل يعني سؤال يعني لو نسألن اي مواطن عربي نعم كلمة سياسي راح يقول لك عبارة حرامة نعم واذا سألن اي مواطن عربي ان تعريفه السياسي راح يقول لك حرامي زائد قاتل نعم هذا حال السياسيين بالعراق خصوصا فليهذا لا نستغرب تفريح هذا انتشر الله يطشر ان شاء الله يطشر راسد هذا انتشر السام الرائح هنا ما يقول انه الشعب العراق يبقى وانه بس رفض او الغال رواتب البرلمانية هذا هذا يصفر حتى الارضاء يسياده يعني كأنما هو يقول لهم ثاني شي وصفة لهذا الشعب العريق البطل اللي بيهزم الاحتلال الامريكي وصفه بالبائس هذا اعتراف منهم صادقين انهم ومن جعلوه في هذا الوضع البائس يعني هذا اعتراف لا يقبل الشكل انتشر السامراء اذا يقول لك انه احنا لهذا العراق للشعب كان يعني متناعم وكان مرتاح نسبيا افضل من هدثة لكن احنا نزلنا للحضير هذه الحقيقة السابق وايضا اوجه كلامي لاخواننا بالجنوب يعني اقول الشخص اذا طرق مسمار فكلما زاد طرقه لهذا المسمار وتثبيته في القشب يكون من الصعوبة النزعية فانتم من ثبت هذه الحكومة وانتم من مشيتم وراء المرجعية او ما يثبت المرجعية فالان قضية تنهية هذه الحكومة وهذه صحبة جدا لان هذه ترقمات سنين فالثمن يكون اقوى ويجب ان القوة لنزع ذلك المزمار اقوى من القوة التي طرقته فاذا المظاهرات الموجودة الان صحية كبداية انطلاقها لكنها لا تستطيع ان تنسيح هذه الضغمة التي تتحكم بمقدرات الشعب العراقي وثرواته وخيراته والتي تنازلت حتى عن حدوده بالكويت وتنازلت عن نقطه وبعض الابار نقطه بينه وبين الكويت وبين ايران نا فهؤلاء الاسسان ايضا عودا على بدء نقول بما انه جاءت به الايران فايران قطعت عهدا على نفسها انها لن تدع شعبا عربيا يهنوا بعيش يعني انظر ماذا صنعوا باليمن انظر ماذا صنعوا بسوريا ولبنان والبحرين فما بالك تغلت جاورهم منذ ان خلق الله سماوات الارض يعني لو استعرضنا تاريخ ايران مع العراق لو وجدناهم تاريخا اسودا قاتما مليء بالاجرام ومليء بالقتل منذ الزمان كورش الايراني الى يومك هذا منذ ثلاثة تلاف سنة الى يومك هذا لكن للأسف الشعب العراقي يعني مخدوع يظن ان ايران فعلا بلد ديني وجمهورية اسلامية وصدق ما قال ان تسمية الجمهورية الاسلامية كتسمية الخمر والمشروبات الروحية كذلك ايران والله من الجريمة من ما التجريمة ان نطق عليه دام الجمهوري الرسالي هذه لتشويه الاسلام والله ليس اترك الارض قيام دولة مسكل ايران الا التشويه الاسلام في نظر العالم اجمع وانظل وحرمر صورت ايراني في دولة غربية يقول لك هذا دين الارهاب أستاذ أفل نعم شكرا شكرا أخي الغريري أبو أيوب من محافظة نينوى وموصل الحدباء حياك الله الله يسلم كبارك بيك وبارك بأم الله نحن هذه القناة قناة مميزة قناة العراقيين الأصلاء قناتكم الله يسلم كبارك بيك أخي العزيزاني دحشي لك عنينا ومختصر نحن من طب علينا داعش ما شفنا الشيء اللي طبت الميليشيات والقادة العسكرية كلهم منتمين الميليشيات القادة اللي تقود الشرطة الثنينة والجيش العراقي كلهم تابعين الأحزاب نعم القادة ما لهم فالقادة عيصدرون أوامر يعني عيتعبون أهل الموصل بشكل اعتقالات اسماء متشابهة الاسم المتشابه يظل سنة وشوية بالسجن آلاف نعم يعني يا أخي والله تعبونه والله تعبونه فهم القادة القادة الأمنيين كلهم تابعين الميليشيات القادة الأمنيين أخي العزيز كلهم تابعين الميليشيات يعني تعبونه نفسيا يعني يوميا مناطق مناطقنا فينين هم yo مداهمات مداهمات بحجة الإرهاب بحجة داعش 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 طفحا طوة وراحت يعني حتى بوقت داعش احنا ما شكنا هيك MIDعنة الله وكيل تهجرنا من البلد أي واحد عنده أموال طائلة يعتقلونه بحجة أنه يدعم داعش ويأخذون منه أتاوات صارت أتاوات فأنا مش في التي وضعي أحنا من المنطقة القديمة يعني إحنا طلعنا الله يشهد عليه أنا بيتي قد يبتين من قبل هم يقولون إحنا جينا نحرر المنطقة القديمة متعمدين بقصفها متعمدين مئة بالمئة الله وكيلك الله وكيلك الآن التصوير ما تيجي تمصوره التليفون انكسر عندي إلا كان أبزلكم حتى أنا وولادي أشان انقصف بيتنا يعني متعمدين نقول لهم أقوى عوائل يتعمدون بالقصف إحنا من المنطقة القديمة طلعنا نزحنا على الجانب الأيسار طيب من نزحنا على الجانب الأيسار شفنا يوميا مدهمات على المناطق الجانب الأيسار الأجماء أخي المتشابهة يأخذونه تسعة تشار سنة الله وكيلك الله وكيلك فأنا من شفتي أخذت عينتي وطلعت خارج العراق يعني ماكو أمان ماكو أمان أخي بالموصل ماكو أمان القادة الأمنيين كلهم تابعين الأحزاب أخي العزيز خلني ربكم وسط وصواتنا للأمم المتحدة يعني خل العالم ينظر بحال نكاتة هذا كالهم تبعيين إيران قاسم سليمان يشوف ايش دلالهم ينبضون بالحرف يعني مع الأسف الموصل كلها رح تصير إيرانيين يا ناس يا ناس خلوا هذا ترى الموصل يوم عن يوم عتتهجر يعني انظروا بحاني لقونا حالي يعني القادة الأمني نحن نريد انقلاب عسكري نريد ناس وطنيين شرفاء نمسكون هذا البلد كافي كافي يعني نفسيتنا تعبد يعني يا أخي انتم القناة الوحيدة اللي توصلون صوتنا يعني أرجو منكم هذا البس أن يصل للعالم كله وانت على هوا مباشرة ووصل يعني بدون ما تحكي أبو أيوب أخي العزيزي القادة الأمنيين القادة الأمنيين الله وفي لك مرتبطين بالأحزاب صحيح معروفة معروفة يعني هاي النقطة معروفة ودائما مركزين عليها والفيديوهات دا تأكد هذا الكلام يعني الله وكيل الله وكيل آني لحكي معاك الله وكيل آني خلال شهر ساكن المنطق في الجانب الأسر يومية مدهمات على المنطق يطلعون الساعة خمسة الفجر ما رجعون 8-9 ويختموننا ختم ياشي احنا دقوله احنا حواوين يختمون بديانه شنو هذا الختم يعني هاي إهانة الأهل الموصل مع الأسف أهل الموصل راضين بهذا ذل هذا والله راضين بهذا ذل هذا أهل الموصل يعني يعني إلى متى إلى متى كافي والله تعبنا يعني احنا السجانة بالأيمن راح منطقة منكوبة وجينا على الأيسار الله وكيلك الله وكيلك يعني طلعنا من العراق ما رجل العراق اللي يصير سيجي حكومة أقومة وطنية توحد الشعب من الجنوب إلى الشمال إن شاء الله ماشي أبو أيوب الموصل شكرا جزيلا إلك وصلت الرسالة وكلامك صحيح ومعروف أنه القادة الأمنيين اللي موجودين مو بس بالموصل أبو أيوب القادة الأمنيين اللي موجودين في كل العراق من شمال إلى جنوبه كلهم تابعين إلى أحزاب أتى ليش القادة الأمنيين سأروح إلى أي مكان الوظيفة ما حد يحصلها إذا متابع الحزب فعندك الصورة إحنا معروفة هاي الصورة ومركزين عليها والانتهاكات اللي ذاتقوا بيها الميليشيات بحق المواطنين إن كان بالموصل أو باقي محافظات إراق ما نتوانى لحظة لكشفها وإظهارها إلى الناس عز الدين من محافظة البصرة المنكوبة حياك الله السلام عليكم ومستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحظك حبيبي هلا بيك يعني ولو الموضوع مو مالس رد على الآخر اللي قبل شوية تطلح حبيبي ليش تطلع من العراق أنت بدل ما تطلع من العراق انت فضوا ويانا وطلع مضاغرات وطلع مضاغرات بجميع المحافظات يعني لا تفسدون عليه لأنه بسهل البصل جان صيح يعني المحافظات ما عدا غيره الباطئ صحيح من كوبا هو أكثر من هاي بيهانة والبلة يعني هما متصدين ببلة الشعب العراقي من أول ما شكلت الحكومة هي المشكلة تعرف أخ عز الدين يعني أنا ما ردك تأخذ أن الموضوع هو دفاع بس تعرف هي المشكلة وين يعني الآن الموصل إذا أريدنا أخذها هي كمثال ثلاثة أرباحة مهجرة بالمخيمات وإن كان داخل المخيم فهو مطوق بحزام أمني كأنما سجين وتحول وتحول المخيم إلى سجن شبير أما من بقى داخل الموصل فهو أيضا مطوق من ميليشيات وأيضا هو مزجون داخل الموصل ما يقدر يفوك حلقه والله صح هاي المشكلة والله صح هاي صامة الكبرى هي هاي صامة الكبرى نعم هاي صامة الكبرى كلام كله صحيح بس ما نحن نعتم عليهم نحن نعتم على المحافظات المحافظات صحيحة الجاست تظاهروا يا نه نعم بس المباغرات الصورة صحيحة من الموسى ما كوع عدد كلش تليل صحيح يابا تقوم محمد تقوم محمد تقوم محمد والله 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 راح تتقدمون على خطرة المي القطرة هاي القطرة اللي ما اللي ما تضمن نملة إذا أبقى هذا الصمت واكم وهذا البرود كلها الجامل على الشعب العراقي كلها من سياتيين من أحزاب من محممين والله كلها مجاملة وباتشعارات ما يهمهم تعالشوا من البطرة إنت أتت تشوف الأكبر هذا شي بسيط نعم هذا أبسط من البطير والله العظيم أبسط من البطير اللي جاي يعرضونا لكم واللي جاي يوصلونا لكم راحت الناس انتهت قسما بالله قسما بالله الناس انتهت يعني إذا ما يطلع الشعب العراقي ظاهر والله العلي العظيم والله أقلع على العراق السلام وأنا قبل فترة قتلك قبل فترة قبتلكم اتصالك بالقناة قبتلكم والله العلي العظيم قال ينتبه الشعب العراق كل الزيان قال ينتبه عن المعتاق الجاي أتى والله إذا فازت هذه الحكومة ولا شكلت قسما بالله قسما بالله اخضعوكم بالسلاح والله ولا إله إلا الله والله ما سلمون حتى على جهالكم والله ما سلمون على جهالكم هدف إيراني إمريكا تسليط العراق إيران من ناحية تريد الزل العراق الشعبات بعيدة ومن ناحية ثانية أمريكا تريد تسليم العراق والشعب العراقي واقع بالنص أمريكا تسليم العراق وتابع الشيخ فلان والقاعد فلان والله الكريم والله الكريم كنت جامل على دماغكم وإذا ما صحيته ترى ما تسليكم أمريكا وخاف واحد عنده أموال باطية شكرا لك أخي الزل دين من محافظة البصرة رسالة من بصراوي عايش بمصيبة ومحروف قلب على بلده مو بس على محافظته أبو خطاب من قضاء الطارمية حياك الله سلام عليكم أخوية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوية احنا من منطقة الطارمية الشمال بغداد حياك الله حياك الله صار جتنا قوة من اللواء تسعة وخمسين واللواء اثنين وعشرين الماسك الأرض الفرقة الساسة صار تس سنوات نعم القوة متمثلة من اللواء قتلك تسعة وخمسين واللواء اثنين وعشرين ومعهم فصالة من الحج الشعبي والأمن الوطن نعم فهددوا المناطق وبدوا منشورات أنه اللي عند البساتين اللي موجودة على الشطح أو الأقفاص مع الأحواب ما تسمك أيضا بحيرات السمك موجودة تلطاسة وغيرها من المناطق ومتجاورة للغضاء الطارمية أمهلوهم فترة من الزمن أنه أي واحد يقون عنده مسمسك يعني يمولي الارهاب فلش بحيراته والتصادر أمواله يعني بالبداية قالوا بس اللي متورطوا يالإرهاب قضاءة طارمية أنت تعرف في أكيد عدكم أخبار عليني يعني صار أعب من بداية حرب أمريكا هذا اليوم منطى شهداء اللي قال يزيو هو القضاءة يعني من أكثر الأخضية اللي متضرر بسبب الإرهاب وداية تهمون أنه هو داية عمل الإرهاب أول يوم العيد بدأ هذا القرار أنه بتفليش الأحواب ثاني يوم العيد أيضا أول يوم العيد في منطقة الخان ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد في منطقة تلقاسة بدأوا بتفليش الأحواب أما في اليوم الرابع اللي العيد هو اللي بارحة يرتقوها من الاستخبارات اللي وات 22 بجبر الأهالي يا أما يتفع فدية فلوس على الحواب 500 أو مليون أو أكثر على أحوابه يا أما تتفلش جاي بالآليات يشفلوا إياهم ويفترون على الأحواب بصورة عامة يعني أحواب المنطقة أما عندك في المنطقة الشر قطعوا المي عن البساتين وسحبوا المطارات وبقطعوا الكيبالات صار أكثر من عشر فيام والبساتين بدأت يعني تنتهي بسبب انتطاع المي ولي طب للبستان من أهالي أو عمل يبدون يعتقلون البالحة اعتقلوا أكثر من 30 شخص اللي عصروا حلوهم يعني أهل الأقفاص أيضا اللي عشت طوامهم مهلة تقريبا 12 ساعة اللي ما يشي للأحواب الأقفاص مالته راح يعني يفتحوهم بالشر نا القوة ميا ما حاجعرف القوة بقيادة اللواء 22 قلت لك اللواء 59 حينو السبب ما حاجعرف ونسمع من بعض الجنود الناس اللي انبت الفلوس يقولون نسمع من بعض الجنود يقولون هذي الفلوس يوقفون التفريش لمدة أسبوع بعد الأسبوع ما بيأكل ما جاء يعني هو القرار اللي صدر من قيادة العمليات بقدره أنه فقط اللي متورطين بقضاء الإرهاب يصادرون أمالهم والأخواص والأخواص والبساطين يعني ليش بعدين تقير صار على الكل وصار مسامة يعني يجي يقف على الحظ يحاملنا معاملة يقول لنا تنطيني هلقت ما عندي مدرشيني ينزل لك مئة مئتين أو ثلاثمئة أربعمئة ألف وكأن ما عندك أنت داي تبيع لبيع يعني وبدون ما يشوف الجنود ما يشتري فلوس ياخذك على صفحة ما عندك فلوس يقول لك إليك مهلة منها الباشر الجيبيان بفلال مكان نعم نعم أبو خطاب من قضاء طارمية شكرا جزيلا إليك وأيضا عدنا من الطارمية أبو فهد حياك الله يا أبو فهد وأذا أسمحت لي على عجاله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بس أنا أشهد أخويا هذا البطرس أي أبو فهد نعم ألو أي تفضل أخويا أنا بس أنا أشهد أخويا الاتصال للبطرة قال المناطق الشوالية ليش ما يتظاهرون يعني ليش هو أحد بدون مظاهرات أحنا ما نقدر عمل أن نتظاهر أحنا دايقثلون بنا بالشارع ويسمون النار هذه دية كيف إذا نطلع مظاهرات أخويا أنتو تدرون بها كل الزين تدرون بها المناطق الغربية ما تقدر تطلع مظاهرات أحنا دايقثلون بنا أنت شايف بأي يام العيد أول يوم العيد يسجلون الطريقة الطارمية الطارمية عمّم الصيادة وانتجنون تدرون بها كل الزين المناطق الغربية ما تقدر تطلع مظاهرات إذا طلعت مظاهرات رأي سنضربونها ويسمونها رهابية أحنا يقتلون بالشارع ويسمونها رأي سنرهابي تعالوا حتى لا تسوهم فاطح لا تسوهم شي لا وهم تسجلون بها دايقثلون بنا عبالك الجزيرة دايقثلون غزلان عمّي عمّي انقطع الاتصال ويها أبو فهد من قضاء الطارمية عندي رسائل الواتساب أريد آخذها قبل ما يخلص البرنامج أول رسالة تقول عن قضاء الطارمية اللواء تسعة وخمسين وليواء اثنين وعشر قاموا بمداهمة قرى على طريق الشط الطارمية منها الطابة وقرى مجاورة وتعتقل ما يقارب من ثلاثين شخص وعمّال في البساتين وتكتب من قبل الإعلام بس هي القضية المزعجة أنه مساومة الميليشيات على أملاك الناس أنه يا تطيني يا يعني شون يقولوها يا تطيني فلوس يا ما ما مشي لك أمرك أو أسد رزقك أو أسد باب عملك أو أسد مزرعتك أخي هاي انتخابا صار أربع أشهر ناس يجر بالطول وناس يجر بالأرض وتالي نفس النشالة الحرامية ونفس الشكول إحنا شعب ملتهي وبلا طوم وروح شوف إيران لا علم ولا صورة وشوف النظافة إلى متى نبقى ساكتين على هذه الطغمة مناشدة إلى كل السفارات والقنصليات في العراق بصورة عامة والبصرة خاصة إلى الدول المهتمة بالإنسان والإنسانية نحن أبناء مدينة البصرة يقدر تعدادنا بخمسة مليون نسمة نواجه إبادة جماعية نفتقد إلى أبسط مقاومات الحياة وهو الماء الصالح للشرب فقد بلغت حالة تسمم لدينا حتى هذه الساعة كما يغرس الذئب أنيابه هذه حكومتين محلية والاتحادية يتفرجون علينا وكل شيء ما يسوي لنا والوضع يزاد سوءا هاشتاغ أنقذوا البصرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم والعراق وما أدراك من العراق جميع دول العالم تفكر وتخطط بالمستقبل بس إحنا وبلدنا نبتش على الماضي والسبب يعود إلى نفاق الشعب فإنهم ينعقون وراء كل ناعق مع الأسف الشديد جماعة بالروح بالدام نفديكيا هلشان فلا عتب على العملاء والخوانة وجدوا شعب مضحك هذا الضمير وعقل متحجر مع اعترامي وتقديري للشرفاء الأحرار العراقي الأصيل ودى الصور إلى هاشتاغ البصرة وإلى الأسماك النافقة وبعض الصور لتحصل البصرة السلام عليكم من مواطن من العراق يقول معاكم المختار من الحلة يجب على شعب البصرة الانتفاضة ضد شراظم السياسة والأحزاب اللي جعلت البصرة خصوصا والعراق عامة بؤرة للجهل والتخلف وكلنا يعرف أن البصرة تعوم على بحر من ذهب فلهذا يجب أن يوضع حد لهذا الدمار مواطن آخر يقول السلام عليكم تحية طيبة للعراق وشعب العراق الأصيل وللقناة الشريفة أستاذ بس أسأل وين كانت هذه الميليشيات عميلة قبل عام 2003 ليش ما كانت تقدر تدخل العراق في زمان الجيش العراقي البطل نتمنى يرجع العراق بحكم موطني شريف نفس ما عرفناه وتحية وعاش العراق الحر ورب يرحم كل شهداء العراق أكو اتصال من شخص أرجو عفوا أستاذ أنه اتصال ما أقدر أستقبله الشخص آخر داز رسالة يقول هذه الميليشيات شنو سبب دخولها إلى العراق وليش نطلقي لها هذه اليد وأيضا ماتصل أكثر من اتصال يبدو أنه أخذ الدين اللي دمر العراق هو الدين المزيف والعمامات المزيفة أريد أسأل بس ليش ساكتين عليهم مشاهدين الكرام العراق اليوم بمصيبة مصيبة العراق احنا عرفنا على مر التاريخ مو احنا عرفنا من يوم اللي خلق رب العالمين كان اسمه بلاد ما بين النهرين عدنا نهرين عدنا نفط عدنا زراعة عدنا خيرات تغرق الدنيا كلها وما تنضب لكن المشكلة اليوم بالعراق خيراتنا وين المي اللي احنا جنا نعرفه وكانه وشبابنا ومن جنا احنا صغار نسبح بي ونتونس بي وفرحانين بي راح السمج قام يموت الاهوار جفت الحيوانات قامت تموت الناس قامت تشرب المي تسمم يفتح البوري تطلع العقارب وحيايا وحشرات ومصايب سودا ما شي فيها بحياتنا سرطانات بالجملة ميطين مي يشتعل نار واحد يحط مي بحلقة يسمم يطب لمستشفى المستشفى ما بيهدوة ويطلع عنا واحد من وزارة الصحة يقول عادي انت رايح للطبيب تقص واصل لازم يطيق دوة يطيق برستول بل كنت تستفاد من عنده بغير شغلك عجلاني ليش رايح للمستشفى غير تطيني دواية اذا قدت دواة مموفر وكل شي مموفر ومي مموفر انت شنو دورك بالحياة اصلا ليش باقدة تحكم هذا السؤال المهم اللي يازم نسأله برنامج صوتكم انتهى تحية طيبة الى دقاء